تشهد محافظة حضرموت حراكا رياضيا واستعدادات واسعة لأندية حضرموت المشاركة في بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم 2023-2024 المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده مرسلنا رائد خالد نتابع على أرضية ملعب الفقيد براد بالمكلة تتأهب أقدام نوارس شعب حضرموت وتكثب تدريباتها لخوض غمار منافسة هي الأولى على مستوى البلاد شعب حضرموت هو النادي الذي في رصيده تتويجا بكأس الرئيس للعام 2006 وظل ضمن أندية الدور الممتاز وممثلا وحيدا للمحافظة في النساخ الماضية البطولة التي تقترب صافرة بدايتها تتسارع معها الأندية المشاركة لاختيار محترفيها بعناية للوصول إلى مستوى وكفاءة عالية للمنافسة وإحراز اللقب من شهر ستة ونحن نشتغل على تمارين وعدادات تمارين مسائية وتمارين صباحية والحمد لله قيادة أول الكبتن عماد الخامر وبعدين ثم الكبتن محمد ختام الذي تعقدت معه لإدارة النادي بعد وصول المدرب تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين والذهابهم إلى معسكر خارج المحافظة إلى عدن واللعبين عدة مباريات هناك وتم تقييم الفريق شعب حضر موت لم يعود الممثل الوحيد في هذه النسخة فنادي التضامن برفقة نادي سمعون الشحر وسلم الغرفة حجزوا مقاعدهم في البطولة وهم يتلقون الآن تدريبات ويأخوضون مباريات مكثفة للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية مدعمين صفوفهم بكوادر كروية ممتازة إدارة نادي التضامن حريصة جدا لإسعاج ماهيرها عن طريق تدليل الصعاب للجهاز الفني والإداري باستقدام جهاز فني ذو خبرة وحرصت على عمل التجهيزات الأولية من أجل أن يكون هناك إسعاد وتمثيل مشرف لمحافظة حضر موت أربع وندية من حضر موت ستمثل المحافظة في بطولة يجتمع فيها أربع عشر ناديا من مختلف محافظة البلاد زعيم الوادي سلام الغرفة يتأهب لفرصة التتويج وهيجان مستمر للموج الأزرق التضامني يرتقب خطف كأس البطولة وفيلق على الأرض يمشي نحو صنعاء وعدن حاملا شعار سمعون الشحر أما السماء فهي ملك وخط سير لأفواج من نوارس شعب حضر موت فليمن الغلبة في معركة ستقرع طبولها منتصف الشهر الجاري رائد خالد لتلفزيون حضر موت المكلة موكلة